اهلا وسهلا بحضراتكو في حلقة جديدة من برنامج طريقك للأمومة انا دكتور محمد فكريس شير نيسا والتوليد بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة كلمنا في الحلقات اللي فاتت عن التحضير للحقن المجهري وازاي نتناول موضوع تأخر الانجاب ايه هو فحص الزوجة ايه هو فحص الزوج ايه هي التحديل المطلوبة للزوجة ايه هو التحديل المطلوب للزوج ازاي نقدر نحدد البروتوكول الامثل للعلاج للزوجين ايه هي خطوات الحقن من تنشيط للتبويض وازاي متعبات التبويض مهمة جدا جدا عشان نقدر نحصل على احسن عدد واحسن جودة من البيضات النهاردة هنتبقى نكمل الخطوات بتاعتنا خلاص بقى عندنا ببيضات كويسة الامور تمام بنحدد معاد سحب البيضات معاد سحب البيضات بيتحدد بناء على الحقنة التفجيرية الحقنة التفجيرية بتبقى بمعاد معين بيبقى بنأكد جدا على الزوجين ان هو لازم يتاخد في معاده مظبوط بالساعة وبالثانية لان بناء على المعادة بنقدر نحدد معاد عملية سحب البيضات يوم عملية سحب البيضات بنبقى في المستشفى بتبقى بناخد البنج او المخدر العام وبنقدر نشوف عملية سحب البيضات هيكون معنا صورة على شاشة دلوقتي هنشوف فيها عملية سحب البيضات اللي من خلالها بنبدأ نحصل على البيضات ونفحصها ونشوف جودتها مش كل البيضات اللي بتنبقى معنا بتبقى جيدة او بتبقى جودة من الدرجة الاولى اللي انا اقدر من خلالها ان انا احقنها بالحيوانات المنوية ويبقى عندي جنين منقسم البيضات وجودتها على حسب درجتها الحاجة اسمها M2 M1 او GV وفيه ببيضات بتبقى غير صالحة للحق نهائيا البيضات الجيدة هي الاتفتحان لان هي دي اللي بيبقى مرجو منها تكوين اجنة جيدة طيب سحبنا البيضات وفحصناها في نفس الوقت بيكون الزوج في معمل السيمين او معمل اجنة بيبدأ يجيب العينة بتاعة السائل المنوي اللي بتبدأ فحصه تاني ويبدأ معالجته عشان يتم حقن السائل المنوي او حقن الحيوانات المنوية داخل البيضات بنشوف الاجنة اللي بتتكون على مدى 3 ل 5 ايام بنشوف على حسب عدد وجودة الاجنة دي بنبدأ نحدد معاد ارجاع الاجنة داخل الروح هيكون معنا صورة هنشوفها عشان نشوف عملية ارجاع الاجنة الى داخل الرحم بتكون ازاي بتبقى عمليات بسيطة ازاي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشة دي عملية سحب البيضات بتبقى زي ما احنا شايفين كده السنار المهبلي داخل المهبل وفيه ابرة بتدخل عن طريق البروب بتاع السنار المهبلي ده داخل الى جوة تجويف الحوض توصل لغاية المبيض المبيض هو اللي قدامنا فيه بويضات او فيه الكور دي دي الحويصلات اللي جواها البويضات بتبدأ الابرة تدخل جوا الحويصلة دي ونسحب السائل اللي جواها طبعا بيكون تحت شفاط او تركيز معين او ضغط معين للشفاط عشان ما نقصرش على سلامة البويضات دي اثناء نقلها بتدخل الابرة بنخلص بويضة للتانية لغاية ببنسحب كل البيضات الموجودة وهي دي اللي بيتم نفحصها في المعمل وبيبقى حقنها بالحيوانات المنوية طيب قلنا امورنا كويسة وتكون عندنا اجنة بنبدأ ان احنا بعد كده نحضر لعملية الارجاع دايما هنشوف الصورة الجاية ان شاء الله بيكون فيها تحضير لعملية ارجاع الاجنة جوا الرحم هل هنا وقت مناسب لو عايز اعمل فحص الاجنة قبل الارجاع ده الوقت المناسب بيبقى ازاي بموضوع الفحص ده عن طريق ان انا بفصل خلية من الجنين وابدأ فحصها وبناء على الفحص المطلوب يعني هل انا عايز اعمل تحديد نوع الجنين ولا عايز اعمل فحصه راسي الكروموزومات الموجودة في الجنين ببدأ احدد الفحص التاعي طيب لا احنا عايزين نعمل فحص جنين او عايزين نعمل سيكس سيليكشن او تحديد نوع جنين للذكر او انسة وده الموضوع لسه هنتكلم عليه بشكل مصطفيد شوية حددنا نوع الجنين بتاعنا لا في ام عائزة ذكور او ام عائزة اناس هنبقى ان احنا ننقل الاجنة داخل تجويف الرحم بناء على الزوجين وعلى ما سبق طلبه طيب عملية الارجاع نفسها بتكون داخل قط العمليات محددين معادها واخدين الادوية التحضيرية لها اللي بتبدأ من يوم صحب البيضات على الشاشة دلوقتي احنا شايفين ان احنا معانا الاجنة بنبدأ نفصل خلية من كل جنين ونبدأ نفحص نشوف مين الزكور ومين الاناس احنا عارفين ان الجاين الزكر بيكون فيه x y الكروموزوم x والكروموزوم y لكن الانثة بيكون الكروموزومين x وده الاختلاف ما بين الزكر وما بين الانثة فصلناهم او عرفنا مين الزكر ومين الانثة بنبقي ان احنا نرجع الاجنة داخل تجويف الرحم الصورة الجاية معانا هتكون بتوضح ازاي بننقل الاجنة يعني هل انا الاجنة دي هنقلها هفتح البطن عشان ارجع الاجنة جوه الرحم اطلاق بيبقى برضو الموضوع كله عن طريق المهبل زي ما احنا شايفين كده الرحم وشايفين الاسطرة اللي بتدخل جوه الرحم عشان تزرع الاجنة جوه تجويف الرحم وده طبعا بيرجعنا الاهمية الفحص اللي قبل الحقن خالص زي ما قلنا سوالة الابعاد او عن طريق المنظر الرحمي ان بتطمن على سلامة تجويف الرحم وسلامة بطانة الرحم لان هو ده المكان اللي هزرع فيه الاجنة عن طريق الاسطرة المهبلية دي اللي انا بحط بيها الاجنة جوه الرحم طيب الحمد لله كده عملنا ارجاع الاجنة برمشي على ادوية لمدة اسبوعين الادوية دي كلها من الحاجات المساعدة على حدوث الحمل وبعدين بنعمل اختبار الحمل في الدم بنفضل يكون اختبار حمل بالارقام يطمن على حدوث الحمل طيب لو فرضا احنا عندنا عدد كبير من الاجنة يعني فيه سيدات بتبقى ما شاء الله عندها مقصود مبيض كبير بتطلع عدد كبير من البوايضات البوايضات دي بتحقن بالحيوانات المنوية وعندها اجنة كتير رجعت اجنة جنينين تلاتة على حسب الحالة الطبية باعتها وعلى حسب سنها وعلى حسب الهيستوري بتاعها وعندنا لسه اجنة موجودة بنقدر ان احنا نستفيد من الاجنة دي ان احنا نجمدها نعمل تجميد للاجنة تجميد الاجنة ده شهد تطور وتقدم ملحوظ جدا جدا في السنوات الاخيرة لان التكنيك نفسه بتاعها اختلف كان في الاول اول ما بدأ التجميد كان فيه حاجة اسمها slow freezing technique او التجميد البطيئة ده كانت نتائجه لحدوث الحمل اقل شوية من نقل الفريش وكان عشان كده كان المعظم بيلجأ انه هو عايز ينقل الفريش يعني ينقل الاجنة في نفس شهر بتاع التنشيط لان نتائج المجمد زمان ما كانتش كويس قوي مع التقدم في التقنية باقت التجميد دي وبقى دلوقتي فيه حاجة اسمها الفيتريفيكيشن او التجميد السريع زادت نسب نجاح المجمد بقى تقريبا زيها زي نقل الاجنة الفريش فطبعا ده الديناميزة كبيرة جدا في الحالة اللي عندها اجنة كتير ان احنا ممكن نجمد الاجنة دي ويبقى عندها محاولات تانية بحيث لو ما حصلش حمل من اول تجربة ممكن يبقى عندها فرصة انها تنقل الاجنة مجمدة وطبعا ده بيجنبها اعباء نفسية ومادية وتكلفة كبيرة جدا انها ترجع تاخد الحقن تاني من الاول عشان التنشيط والخطوات اللي شرحتها لحضراتك كلها قبل كده فبنستعيد عنها ان احنا ممكن بننقل الاجنة المجمدة طيب مين تاني استفادت من موضوع الاجنة المجمدة دي؟ الحالة العرضة لفارط التنشيط فارط التنشيط هو موضوع كبير اوي هنتكلم عنه ان شاء الله باذن الله في حلقة لاحقة فارط التنشيط ده ان احنا عندنا المبيضين كبروا عشان طلعنا بويضات كتير اوي فبقى حجم المبيض نفسه كبير اشهر مريضة ممكن تكون عرض الفارط التنشيط هي المريضة اللي عندها تكيوس مبيضين تكيوس مبيضين يعني عندها مخزون مبيض كبير فممكن مع التنشيط بتطلع بويضات كتير وبيكبر حجم المبيضين فالحالة دي بنفضل في حاجة كده جدا ان احنا نجمد الاجنة وما نرجعهاش في نفس الشهر اللي كان فيه التنشيط يعني بنرجع الاجنة في الشهر اللي بعده او بعد اللي بعده لغاية ما الحالة الطبية تستقر تمام هنشوف صورة كمان شوية بتوضح لنا يعني ايه الاجنة مجمدة الاجنة مجمدة دي انها بتتحط داخل قصايبة فيها نيتروجين والقصايبات دي بيتم حفظها داخل التنكات جوه المستشفى ممكن تعيش لسنوات يعني انا عملت حقن مجهري النهاردة والحمد لله اموري كويسة والحمد لله الحقن المجهري نجح ولسه عندي اجنة مجمدة لازم انقلها بسرعة عشان صلاحيتها بنقول قالص اطلاقا دي ما احنا شاكين على الشاشة كده هي دي التنكات اللي احنا بنبدأ ان احنا نحفظ فيها الاجنة ونشيلها فيها بتبقى داخل المستشفى بنقدر ان احنا نرجعها تعيش لمدة سنوات نرجع فيها الاجنة تلاقي تير جدا ام عندها طفل او طفلة عندهم خمس ست سنين وجاية المستشفى عشان ان هي ترجع الاجنة تباعتها المجمدة اللي هي مجمدها من فترة كبيرة طبعا دي بدي بدي فرصة كبيرة جدا زي ما قلنا وفرص نجاح نقل المجمد دلوقتي تقريبا لياها زي الاجنة الفرش طيب هنتكلم عن موضوع تحديد نوع الجنين وده موضوع مهم جدا جدا وكتير جدا من التلسؤولات بتكون عليه هل احنا عندنا فيه اكل معين لما اكله يخليني احمل في ولد او بنت او مشروبات معينة لو كانتها اثناء فترة التبويد هتلود فرص حدوث ان انا يبقى عندي جنين ولد او بنت او وضعيات معينة في العلاقة الزوجية هي دي هتلود فرص ان انا ابقى ولد او بنت او ادوية معينة او منشطات معينة اطلق كل دي معلومات خطيئة بتبقى متدولة ان انا عايزة ولد او عايزة بنت فهعمل حاجة معينة تخليني احصل على كده اطلق بنقول ان ده مش موجود يعني ايه ذكر الذكر يعني عنده كرومسوم اكس وعنده كرومسوم واي لكن انسة هي عندها كرومسوم اكس مفيش واي طيب البويضة الجنين هو لقاء بويضة وحيوان منوي البويضة فيها كرومسوم اكس مفيش حاجة تاني الحيوان المنوي فيه كرومسوم اكس او واي فاذا تم التلقيح بحيوان منوي كرومسوم اكس هيكون الجنين انسة لكن لو تم تلقيح بحيوان من ويكرومزوم وي هيكون الجنين ذكر مفيش حاجات معينة أقدر عملها من أدوية أو أكلات أو أوضاع أو أي مكان تزود فرصة أن يكون الحمل في جنين ذكر طيب هل فيه تنشيط معين بنقول إطلاقا طيب إيه هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن نحن نحصل بها على تحديد نوع الجنين هو الحقن المجهري الحقن المجهري هو الوسيلة الوحيدة اللي إحنا بنقدر إن إحنا نحدد بها الجنين الخطوات بتبقى إزاي؟ بتبقى إزاي خطوات الحقن المجهري العادية كل اللي قلناه من صاحب البويضات ويحقنها بالحيوانات المنوية طيب الحيوانات المنوية اللي بنحقن بها البويضات دي الأول بتم معالجتها في المعمل معالجتها عن طريق حاجة اسمها سنتريفيوج بنلاقي إن الحيوانات المنوية اللي فيها كرومزوم وي في الأغلب هي اللي بتكون في أعلى السنتري فيوج ده يعني السنتري فيوج ده بيبدأ أنه هو يفصل الحيوانات المنوية فالكسفتها أقل بتكون هي في الأعلى والكسفتها أعلى بتكون هي في الدرجات الأقل لأن الحيوانات المنوية اللي كسفتها أقل بتبقى أغلب هي الحيوانات المنوية اللي فيها كرومزوم Y والحيوانات المنوية اللي كسفتها أعلى بتكون أغلب كرومزوم X طب هل شرط أن كل الحيوانات المنوية اللي فيها كروموزوم Y تبقى هي كسافتها قال لأ طبع بنقول أغلبها لكن مش كلها ونفس الكلام بالنسبة لكروموزوم X طيب احنا بنعمل 6 سيليكشن خدنا السائل المنوي عملنا السنتريفيوج وخدنا أكتر من الحيوانات المنوية اللي كسافتها قال هي اللي حقنا بيها البيضات كويس جدا هل ده معناه أن 100% أن كل الأجنة اللي تكونت ذكور أو كل الأجنة اللي تكونت إنس لأ طبعا ما نقدرش نقول كده 100% طيب إزاي بنتأكد إن الجنين ده الذكر أو أنسى احنا خلاص حقنا الحيوانات المنوية في البيضات وحصل وبنتبق نتابع الأجنة دي بنتبق نفس الخلية من الجنين ونفحصها نشوف هي فيها كروموزوم XX والXY طيب ليه احنا بنعمل كده مش احنا قلنا إن احنا عملنا فاصل داخل المعمل وإن احنا الحيوانات المنوية اللي كسافتها قال هي اللي بتبقى تطفو على السطح وهي اللي بتتم الحقن بيها احنا بنقول في الأغلى مش كلها يعني وارج جدا إن أنا يبقى عندي كروموزوم X أو الحيوان المنوي وهو اللي عمل تلقيحة البويضة وبقت عندي أنسى فالفصل الواحده ما يضمنش إطلاقا إنه هو جنين ذكر أو أنسى طيب يطلع هنا حل تاني تلقائي جدا أو بديهي جدا يقولك طيب خلاص طب ما أنا أفتح الحيوان المنوي واخد المادة الوروثية بباعته أحللها الأول عشان أعرف هو X أو Y وأخد ال Y أحقن بيه البويضة لو أنا عايز ذكر أو أخد ال X وأحقن بيها البويضة لو أنا عايز أنسى الحل وإن كان يبدو لوجيك ومديهي لكن للأسف المادة الوروثية بباعت الحيوان المنوي لم أتم أن أنا يعني هفتح الحيوان المنوي عشان أشوف المادة الوروثية وفاصها ده يبقى حيوان منوي تالف غير قادر على إقصاب البويضة ودن يتم الاعتماد عليه فعشان كده ما عنديش طريقة لحد اللحظة دي مضمونة بنسبة 100% إن أنا أحصل على جنين ذكر أو على جنين أنسى عن طريق إن أنا أكون عارف الحيوان المنوي اللي أنا بحقن بيه ومتأكد إن أنا دلوقتي بحقن ذكر أو أنسى لكن أنا بعمل خطوات اللي شرحتها قبل كده وبعد ما الأجنة دي بتتكون ببدأ أفحصها تاني عشان أعرف مين فيهم ذكر ومين فيهم أنسى طيب خلاص عملت الخطوات دي وتأكدت وعرفت من الجنين ده XY أو ده XX ورجعت الأجنة داخل الروح ونفترض إن إحنا كنا طلبين تحديد نوع للذكر وعملنا تحديد نوع جنين وكده الجنين بتاعنا قلاص فيه الكرومزوم وي ومتأكدين إنه هو ذكر هل 100% أنا هيحصل حمل في ذكر بنقول إن شاء الله بنسبة 100% هيحصل حمل في ذكر لكن مش 100% هيحصل حمل هو حقن مجهري فنقل الأجنة هو خاضع على شروط وقوانين الحقن المجهري اللي بنخلالها قولنا إن أعلى نسهد مجاح في الحقن المجهري من 60% لـ 70% دي أعلى نسهد مجاح يعني وارد إن يكون فيه استنسبة ما حصلش فيها ما حصلش فيها حمل عملنا كل حاجة كل أمور كويسة لكن ما حصلش حمل طيب إحنا بنقول إن إحنا نقلنا خلاص ذكور فمش 100% هيحصل حمل ممكن يحصل حمل وممكن ما حصلش حمل هنخليها في حدات تحديد نوع الجنين 50% يحصل حمل و50% ممكن ما حصلش حمل لكن لو حصل حمل هيبقى بنسبة 100% الحمل ده في ذكر لو إحنا عامين تحديد نوع أجنة لذكر أو بنسبة 100% هتكون أنسة لو إحنا عاملين تحديد نوع جنين لأنسة والنقطة دي بتبقى مهمة جدا جدا لإن الموضوع بيبقى مكلف جدا لأنه بتضمن تكاليف الحقن المجهري إلى جانب تكاليف فحص راسي لأجنة عشان أعرف الذكور والإناس فبتبقى الزوجين متخيلين إن أنا بعد المبالغ الكبيرة دي خلاص أنا عايز ولد أو عايز ولدين أو أنا عايز أبنت أو عايز أبنتين لأ إحنا بنقول إن إحنا بنمشي الخطوات السليمة لكن مش 100% هيحصل حمل هو حقن مجهري فليه نسب نجاح لكن 100% لما بيحصل الحمل بيبقى النوع اللي تم تحديده هو اللي بيحصل حمل فيه فدي بتبقى نقطة مهمة جدا جدا بنحب دايما إن إحنا ننقشها مع الزوجين قبل خطوات الحمل خلاص الأمور تمام اتكون الجنين أو حصل الحمل هنا بيبقى مهمة جدا إن أنا أوضح إن في حاجة عندنا اسمها بريجنانسي ريت بريجنانسي ريت دي اللي هي نسب حدوث حمل بعد إجراء الحقن المجهري في حاجة تانية اسمها لايف بيرس ريت لايف بيرس ريت هو إن الحمل ده كمل بشكل كويس لغاية ما بقى بيبي معاكي موجود تقدر إن إنتي تشوفيه وتفرحي بيه كل حاجة فدايما بناخد بنا من نسب نجاح الحقن المجهري العادية ونسب نجاح الحقن المجهري مع تحديد نوع الجنين طيب نرجع للحقن المجهري بشكل عام هل في حاجات ممكن بنعملها قبل زراعة الأجنة تزود فرص التصاق الأجنة بالرحم بنقول عندنا حاجة اسمها خدش أو ثقب لجدار الجنين من الحاجات اللي بتزود فرص إن يحصل التصاق للأجنة بتجويف الرحم وبالتالي حدوث الحمل طيب أنا دلوقتي كنت بتكلم على فحص وراس الأجنة عشان أحدد نوع الجنين ولد أو بنت هل ده الاستخدام العلمي الوحيد الموجود بنقول لا فيه استخدامات تانية فرضا عائلة عندها مشكلة وراسية وجينات معينة أو كرومزومات معينة فيها مشكلة أشهرها مثلا الطفل المنغولي الداون سندروم عائلات حصل مثلا إن جاب الداون سندروم قبل كده أو الأم نفسها اللي جاية تعمل حقن عندها طفل داون سندروم وهي عايزة تتجنب إن هي تنقل الأجنة قد تكون مصابة من نفس الموضوع فبنبدأ إن احنا نفحظ الأجنة وراسيا بنفس الطريقة قبل ما نرجع الأجنة جوه الرحم ونعرف الأجنة المصابة بنستبعدها والأجنة السليمة هي اللي بنقلها طيب عائلة عندها مشكلة تانية وراسية زي حاجة اسمها السلسيمية أو أنيميا البحر المتقصد وحصل إن هم جابوا أطفال فيهم مشكلة لزي كده هم عاديدين يتجنبوا الإصابة بنبدأ إن احنا الأجنة بنفحصها وراسيا عشان نتطمن إن فيش خلايا أو أجنة مصابة بالمرض الشائع في العائلة دي ونتجنب الأجنة المصابة بنقلهاش والأجنة السليمة هي اللي بنقلها فموضوع فحص وراسي الأجنة دلوقتي بقى ليه استخدامات كتير جدا جدا لا هي زي المكلف لكن ما بنلجألوش غير في الحالات اللي محتاجاها دي تكلفة والعالية طبعا لإن إحنا لو فكرنا بشكل عام ممكن كل أم تفكر طبعا أنا عادي لفص الأجنة بفاقتي كلها قبل منقل الأجنة عشان أتطمن إن إحنا ما فيش حاجة بنقول إن ده مش علمي لإن فحص الأجنة كلها مكلف جدا الحاجة التانية كده كده في العادي عادي إن يكون فيه نسبة أجنة مش سليمة في الأغلب ما بيحصلش فيها الحمل إحنا بنقول إن الزوجين العاديين خالص ممكن إن هما يحصل حمل في جنين والجنين ده ما يكونش أنا بكلم في حمل عادي خالص مش حقن المجهري إطلاقه والجنين اللي يحصل في الحمل ده ما يكونش كويس ويكون فيه مشكلة في المدى الوراثية بتاعته وما يكملش ودي بتبقى أكتر من 70% من أسباب الإجهاض اللي بيحصل عادي خالص مغير أي مشكلة طيب مين الستة اللي عندها إجهاض؟ وبنقول لها لأ أنت تعملي حقن المجهري ونعمل فحصه وراسي للأجنة قبل إرجاع للأجنة هي السيدة اللي عندها تكرار إجهاض متكرر يعني إحنا عندنا الستة للأجهاض متكرر أنا بشوف سيدات بتجي العيادة بالـ 15 والـ 16 مرة حمل بيحصل عندها حمل عادي جداً فيش أي مشكلة في الحمل خالص لكن مشكلتها بيحصل إجهاض بندق إن إحنا نمشي بالخطوات العلمية ونشوف الأول نتجنب بقى وجود إن هي مصابة مثلاً بحاجة زي مرض السكر في مشكلة في الغضة الدراقية في مشكلة في تحليل الزوج في مشكلة داخل الرحم ده الحاجة للرحمية أو الأورام لفية أو لحمية بندق إن إحنا مع الحمل بندي كل الحاجات عشان الأجسام المضادة من العقارات الطبية المعروفة بنديها كل الأدوية من أول ما بيحصل الحمل وبنلاقي برضو بيحصل الإجهاض ساعتها إحنا بننصحها إنها تعمل حقن مجهري مع فحص وراسي للأجنة قبل نقله إن أنا خلاص عملت الأجنة قبل ما رجعها أفحص الـ 46 كرومزوم 23 زوج أفحصهم بتغنية حاجة اسمها الـ BGS أو دلوقتي بقى اسمها الـ NGS Next Generation Sequencing مهم جداً بفحص بيها إن الجنين ده كويس لإن في الأغلب بنلاقي عند السيدات دي أو الزوجين دول إن عندهم نسبة أجنة كتيرة بيكون عندها مشكلة في المادة الوراثية هي اللي بتخلي حدوث الإجهاض أو هي اللي بتخلي إن إحنا عندنا جنيه مش كويس فما بيكملش في الحمل فساعتها بنختار الأجنة الكويسة وهي اللي بنرجعها داخل تجويف الرحم وفي حالة كتيرة جداً بيحدث بعد كده حمل عادي وبيحصل ولادة بشكل عادي جداً فبنأكد على حضراتكم من خلال حلاقيتنا النهاردة أهمية الفحص الوراثي وأهمية تحديد نوع الجنين وإزاي خطواته وإزاي بنعمله وإحنا نتجنب كثير من المفاهيم الخاطئة إن شاء الله بإذن الله نتقابل في حلقات تانية من طريق للأمومة وندايماً نرد على التفسيرات حضراتكم ونوضح كتير من النقط اللي بيبقى فيها أسئلة شكراً جداً لحضراتكم ونشوفكم على خير إن شاء الله